اتفاقية تبايد البوء الحر سنعرفوا بأنها جات في واحد المثار تسعينات والمغرب كانت تعرفوا بأنه هو اتفاقية ديال الشراكة منذ استناس ديال القرن الماضي مع الاتحاد الأوروبي الاتفاقية الأولى ديال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي رادرناها في 1969 طبعاً الاتحاد الأوروبي هو الزبون الأول هو السوق الأول ديالنا هو الموموين الأول ولكن اتفاقية تبايد الحر بالمعنى اللي كان أعطيه هدفة الآن اي اتفاقيات للهدف الأساسي دياله كان الحقيقة هو فتح الحدود كيف تقوله لب فتح تحرير المبادلات بصفة كاملة وشاملة هذه الاتفاقيات تنمت في التسعينات والفين المغرب في واحد نقوله دك عشر سنين بين خمسة وتسعين والفين وخمسة والفين وخمسة والفين وستة وقعنا على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي سبعة وعشرين وثمانية وعشرين ديال البلدان في اطار الجامعة العربية نين وعشرين ديال واحد وعشرين واثنين وعشرين ديال البلدان في اطار طبعا كان اتفاقية مع الولايات المتحدة امريكية اتفاقية مع تركيا اتفاقية في اطار ما سمية باتفاقية اجادير اي بين اربعا ديال البلدان المغرب تونس مصر والاردن واللي كيجمعهم هو انه اربعا ديال البلدان كلهم في اتفاقية في اتفاقية ديال التبادل مع اوروبا واذا داروا اتفاقية بينتهم باش يرجع الاستفادات تكون شاملة وكاملة زيل عليهم الامارات المهم بانه عشر سنين من المغرب سنية مع احد الستين ديال بين خمسة وخمسة وستين ديال البلدان طيب اصنان هدا هدا مصار هدا في اطار واحد المصار اللي انا قلت لكم كان كان المنظمات مراكز القرار على السعي الدولي ما عندها غير خطاب واحد التحرير التبادل الحر التبادل الحر التحرير التحرير واحد المثار اللي ما يمكنش انه تدير علاقة مع منضمة وما تقول لك شو بأنه تدير اتفاق يدير تبادل الحر معه 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 اذا المشكلة للمغربة شنوه في الحقيقة هو انه دائما كان نحو القضية ديال ميزا القوى والقدرة التفاوضية رخنا عرفوا بأنه جل مع الاسف هدو اشياء عجناها وعينناها جل هاد الاتفاقية بعدها الهاجس الاول ديالهم را كان سياسي مش اقتصادي سياسي اي اعتبارات سياسية ها يقول لك المثال اللي هو مع امريكا امريكا راه العلاقة التجارية مع امريكا اي ان كان تقول لها الوضع ديال العلاقة التجارية مع امريكا غادي يقول لك انا ما كيش تدعيش تفاقية ديال تبدو الحرب كيف ولكن بش كلتك المنطقة كان سياسي لأنه كذا فانتنساش بأنه من بعد الحرب على العراق بوش كان خصو سياسي يبين بأنه امريكا راه ما شغل كان تضرب في العرب كانت هلك فيهم وتدير لهم الحروب كانت تدير معهم التجارات اذا شو هاد البلد اللي يمكن يكون تلميد جيد اه المره ها القرار سياسي القرار السياسي تأخذ بعدها ومن بعد عاد جو الخبراء وجو التقنيين ماشي يشوفوا هاد القرار السياسي شنو المضمن هنديو اتفاقية تتباق وشنو هنديو فيها عثقية هادا الوقع هادك يعني ايضا بأنه ومع الاسف هدي شي من جينا التحضير ما كانش جيد احنا شفنا ذات شي كنا كان عينوه التحضير ايش المادي الادبي المضمن مع الاسف من كان يفاوض ما كانش تحضير في الولايات البتحيدة كان عندهم تمامية دي الخبراء كي حضروا احنا كان عندنا جوجة وثلاثة في الوزارة كي حاولوا يدغولين نعم ايش نقول لكم يعنا وراه بعد نتكلموا عن النتائج جراه ستفهم دابل الجذور دي الأشياء سيري المهم ما كانش عموما في اطار هاد ميزة القوى اتفاقيات ما كانش يمكن تكون في صالحنا والنتيجة راهاجات من البعض واش كتتصور هذا ايش كانت عاية لو تقول له ها واحد البلاد دا اتفاقيات تبادل الحور مع ستين بلاد وفي عجز مع ستين بلاد دابا هدا الواقع دول احصائية اللي كنت تتكلم بواحدة المغرية في عجز تجاري مع كل بلدان اللي دار معهم اتفاقيات دي التبادل الحور كان بعض السنوات بعض استثناءات هنا ولا هنا مواقع هو هدا اليوم هدا مشكلة هدا مشكلة كي يمزعج يجعل نخصنا نتحطه على رسنا سئلة لانه لانه بغيت يتقول بانه كان واحد الجاني مازوشي لانه انت عارفك راسك خاصك وكيتمشي وخسرتي يوا كيف ماش نبقاو في الموضوع العلاقة بين هاد الاتفاقيات وان الامن الغدائي هذا هو المشكلة لانه مش قضية غير ديال الوقع التجاري احنا في عجز مزيان يا الله ولكن اللي غالبا ما كانت تطرقولوش هو الوقع ديال هاد الاتفاقيات على الامن الغدائي على الموارد الطبيعية لانه منك تكون في هاد المنطق انه شنو اتفاقية تبادل الحور هي الدولة كتقول لك كتقول لك انتها المنتج لموصدار كتقول لك اوه انا جبتلك اتفاقي انا فتحتك الاسواق ايو يا الله ايوه 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 كتزيد كتزيد تكرس وتزيد تعمق دكتوجه التصداري الانتاجة والتصداري ايوه اذا على حسابيه على حساب الموارد الاساسية على حساب الموارد الداخلي الغدائي الداخلي شيء واضح هي انه فتحوا واحد المجال لمن ماشي للبلاد باش تحصل الامن الغدائي دي لا الاتفاقيات كتفتح مجال للمصدرين باش يحاولوا يزيدوا يصدروا مواش كانتش حاولة مانش حدك شي اخر وثانيا اللي كانتش هو انه اتفاقية طبعا هنا باش نفهمه تعمق ديال التبعية لانه ورا شوف اتفاقية ديال التبعية الحر هي انه كانت فتح السوق ديالي وكانت فتح لي السوق ديالك هذا هو اذا البلاد الاخر فتح لي السوق ديالي ديالي دياله فتح السوق ديالي هذا شك يعني؟ كيعني بانه ورا القرارة عندي المصدرين المتجين ديالي خصومي يديوه ديناميه وحيويه ومشيوي يعك ولكن بما انني انا كان فتح السوق ديالي كمعان هذا متعلق ايضا بالقدرات ديال المصدرين ديال هم مش يجيوا فهادي اللعبة هدي مع الاسف خسرناها عودبان بانه مع الاسف مع الاسف مع الاسف خسرناه لانه هنا كنشوفه ده مثلا بحده لا بالنسبة مثلا العلاقة مع توركيا ولا مع الاميل كيلا شكا نلاحظه؟ كان لاحظه بانه محلي على البداية ديال المتش وبدو كيلاعبوه كيلاعبوه بزيان 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 الى حتى انه البيوت واحد ما لقى الخور وحنا قايسين كتفرجوا هدا هو الواقع هدا هو الواقع هدا هو الواقع مع توركيا كيفش تفهمها؟ مع الاسف تفهم بانه المصدرين ديالنا ما عندهو مش ذاك القدرة ذاك الدينامية باش مشيوا يدرسوا الاسواق الخارجية ويديوا ولكن في المقابل كان هدو كل اخرين كي يجيوا يزيد على ديالنا مع الاسف الاغلقها باش نرجع الى الاستيراد الاغلبية ديالنا سيمنا كيف تضلوا انهم يتخصوا في الاستيراد ماشي في تصدير كتعرف بانه هدو ارقام اللي جمالا زعمها رسمية عندنا ما يقرب من خمسة الاف خمسة الاف مصدر ولكن غير المصدرين دائمين تستطيع الى كيس الدروب يصفها منتدمة خمسمائة وعندنا خمسة وعشرين الف ديال المستوردين خمسة وعشرين الف هدو ارقام دالة كتبين بانهو الناس عندنا ما شافوا في التبادل الحر غير الربح عبر الاستيراد ماشي عبر التصدير اذا كان دبا اليوم تبنات تقوات واحد اللوبيات قوية ديال المستوردين اكثر اشي في المواد الغدائية المواد الغدائية اني رجعت انهو كان واحد الكميات المستوردة قلنا نقول الكتاب هذا في نسبة للقمح كيفما كانت الموسم الفلاحي انهو منطقيا متى تكون سنة جيدة نحن المغة تقول بانهو تستيراد وشان خفض يخفض مية ومية مليون قنطار وربعة مخصق شانا تستورد ومع هذا تستورد وربعين مليون قنطار كيف؟ كيش ديالها يعني شكي عندي بانهو كان روبيات قوية اللي تمركزت ورجعت انها تستورد بغض النظر على الانتاج الوطني وبما انه اتفاقية التبايد الحر بحكم اتفاقية التبايد الحر كتعطيها هذه الامكانية لانها تربح في الاستيراد كتر من اللي تربح في الانتاج الداخلي انت كتشوف كيف انه اتفاقية التبايد الحر اوتوماتيكيا كتعمق الاشكالية ديال تباعية الغدائية كترجع آلية من الآليات ديال الضغط وديال تدبيق المصالح ديال اللوبيات معينة ديك ترجع مرهونة بمصالح معينة الامر الغدائي ديال البلاد يرجع مرهون بمصالح ولوبيات معينة